اهلاً وسلم بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل ابتدأ ضيفنا الفصل الأخير المعنوى المشروعية بين المؤسسين والمؤسسات بهذه الكلمات قال نسعى لتوكيد قيمة الشورى وروحها ومقاصدها وبركة الاجتماع عليها والعمل بها باعتبارها مبدأاً إسلامياً أصيلاً وشعاراً نبيلاً تحتاج إلى تطبيق أرقى ما يكون داخل التنظيمات الإسلامية والدفاع عنها والنهوض بها داخلياً ليستقيم أمر المطالبة بها خارجياً لضمان الرشد في مسيرة العمل الإسلامي ولحماية المؤسسات وشرعيتها من استفراد الأفراد واستقواء الزعماء وتنامي الاستبداد بالرأي والركون إلى خلودية المؤسسين المفقدة لشرعية المؤسسات كيف تحولت الشورى لدى حركة التوحيد والإصلاح إلى منهج عام؟ ما آلية الانتخاب والترشح لدى الحركة؟ كيف تعد الحركة الشباب لقيادة الحركة مستقبلاً للإجابة عن هذه الأسئلة؟ ولمناقشة موضوع الشورى والجماعة يسرنا أن نصدف الأستاذ محمد الحمدوي الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح مرحب بكم أستاذ كلمات جميلة أحبب أن تبتدأ الحلقة بها قوية كيف تحولت الشورى إلى قيمة مركزية عندكم؟ معادة التنظيمات تعتمد على النخبة المستنيرة التي تأمر فتطاع لا شك أن كما ذكرنا من قبل جانب التاريخي لأنها حركة التوحيد والإصلاح جاءت على إثر وحدة اندماجية بين جماعتين مدرستين اجتهادين فلم يكن مودنا لكي نحسم التنوع الموجود بين المدرستين إلا اعتماد آليات معينة ووجدنا في اعتماد الشورى كعنوان وآليات التدبير واتخاذ القرار والأغلبية هي أحسن وسيلة بل هي المخرج الوحيد وإلا كيف سنحسم يعني كل طرفا له مشايخه له مرجعيته لذلك منذ أول يوم وجدنا فيها حلا ومع الممارسة يعني زادت ترسخت هذه المعاني ومرنا بمحطات كانت فيها نقاش حادا ولم يكن وسيلة من حسم هذا النقاش وهذا الاختلاف إلا بالآليات الشورية التي تربي على التواضع تربي على التحرر من الهوى ومن الاستبداد ومن تعصب للرأي لأن الإنسان يسمع رأيه ورأي الآخر وبعدين المؤسسات هي التي تحسن بالانتخاب بهذا الفصل تؤكدون كثيرا على موضوع الديمقراطية الداخلية ما سر هذا التركيز على هذا الموضوع؟ يعني بهذا الشكل يعني هذا الشورى بشكل عام يمطلبون ومبدأون عام ولكن حينما انتقلنا إلى آليات بعينها وقوانين ويجب التزام بها وصارت هذه الديمقراطية الداخلية قبل أن نطالب بها في الخارج علينا أن نمارسها ممارسة حقيقية فحلت كثير من الإشكالات التي كانت عندنا في أيام تنظيم سري أو في المراحل السابقة التي كان يعتمد على رأي المؤسس أو رأي الرئيس أو رأي المسؤول فوجدنا فيها هذا المتسع وأتاحت مجالا لإبداع آراء وقرارات جديدة تحت المعادلة الدائمة الدائمة هي الرأي حر والقرار منزم فالرأي يعني الكل مسموح له أن يساهم وأن يبدأ بل واجب عليه أن يساهم في النقاش والانتقاد ولكن حينما نتخذ القرار بطريقة شورية بالانتخابات وبالتصويت فأنا ذاك يصبح منزم للجميع وهذا للإدخيرات في الالتزام به ناتج على أن المعنى بالأمر سمع وحضر مجال استخد القرار وكيف اتخذ القرار وكان فيه الرأي ميالا في اتجاه معين ثم بعد مداخلات أخرى اتجاه إلى اتجاه آخر فيحس بأن هذا القرار له مشروعيته من ذلك التفكير الجماعي الذي يحسن بآليات الديمقراطية الداخلية جميل وخرجتم بشعار المسئولية بالانتخاب والقرار بالشورى هناك بعض الناس يضع شروط تحجيزية للقائد لكم وجهة نظر خاصة بهذا الموضوع ما هي احنا في بداية الوحدة لما كنا نحدد ما هي مواصفات الرئيس التي أدى فكان كلام لازم يكون له جانب من العلوم الشرعية طيب جانب من العلوم الشرعية هل دكتورة ماجستر يعني شنو هذا المستوى وبعدين في مجال التدبير هذا قائد تنفيذي هل تكون له فانتبهنا بأن هذه المواصفات وبعض الأحيان تجد دورات هذه التنمية البشرية فتقول لك المواصفات السبع للقائد الناجح والمواصفات العشر فحينما تبحث عن هذا النموذج بالتأكيد سيصعب وتصب بحالة إحباث يعني هذه المواصفات العشرهلية متوفرة في هذا الرئيس فلجأنا إلى خيار التداول طيب كل واحد ممكن أن يقترح لرئاسة الحركة من يرأهم أهلا من الخمسمائة مؤتمر وبعدين نفرز الأصوات فالخمسة الأوائل يتم التداول في ماذا يتم التداول في أهليتهم أندك من ناحية تحصيله الشرعي مستواه الإداري قيادته شخصيته طبعه كل هذا يتم التداول والناس يتم تنويرها في هذا المجلس حوالي عشرين ثلاثين فعلى حين ستين مداخلة حتى الذي لا يعرف هذا الشخص فقط من خلال الإعلام أو من خلال أنه شيخ أو زعيم من غير ذلك أندك يسمع عنه بعض الخصوصيات من الناس الذين سبق أن يشتغلوا معه في مؤسسات أو في هيئة من هيئات الحركة فبعد هذا التنوير يُعطى الحق للناس أن يصوتوا صصويت آخر وبالتالي هذه المعايير هي مضمنة في طبيعة هذه المرحلة تحتاج إنسانا حازما تحتاج إنسانا مستوعبا تحتاج إنسانا مفقرا تحتاج إنسانا مقاسبيا يعني هذا كله يتم التداول فيه وتنوير المنتخبين وبعد ذلك يتم تصويته أمام الجميع أمام الجميع وبحضوره وبحضور صاحب الشخص أيوه هذا كان عنا في البداية لا يحضرون ولكن حصل أنه تصله بعض الأخبار حتى الناس يقولوا والله اللي قل فيك فلان يعني يصله الذي قيل والذي لم يقل فقلنا لا فائدة من هذا الأمر وكانت من فوائد حضوره أنه يأهو بالنسبة له يسمع يعني يسمع الانتقادات والتخوفات الآخرين من طريقة اشتغاله وبالمناسبة يتحمل المسؤولي الذي يريد أن يتكلم أو أن ينتقده لأن يعلم بأن المعنى بالأمر حاضر ويمكن أن يوضح أو أن يرد فهذا أعطانا يعني فوائد ترباوية أن المعنى بالأمر يسمع الملاحظات حول طريقة اشتغاله والآخر يتحمل المسؤولية في أن يقول كلاما لأن المعنى بالأمر حاضر كلمة حق عنده سلطان جاء يعني هو يعني مع بعض الضوابط الأخلاقية يعني يطلب من المتدخل أن يتدخل في موضوع المسؤولية فلان لا يصلح لهذه المسؤولية بحكم أنني اشتغلت معه وكانت طريقة تدبيره للملفات فيها ترهل أو على العكس من هذا يصلح لأنه يعني إنسان مقتدر على المستوى الفلاني وفي الجانب الفلاني يعني هو كنا نسميه في البداية جرح وتعديل يعني ما هي المواصفات التي تؤيد الانتخاب وبعدين نسميناها التداول لأن الجرح التعديل الخاص في مجال الحديث ولكن هذا التداول في مسؤوليته وفي مدر حدرته ألا يتهيبون نقده بوجوده هذا لا يحصل بل العكس من ذلك يعني كل مسؤول يتعرض لعملية نقد عن طريقة اشتغاله لغير ذلك وفي بعض الأحيان مع كل هذه الانتقادات لما يجي التصويت يصوته عليه لأن البديل أو اللي كان معه في اللائحة يعني المرشع يأخذ أكثر الأصوات يأخذ أكثر الأصوات رغم ما قيل فيه في بعض الأحيان الذي قيل فيه هو حتى بعد الكلام يكون قوي وشديد فحينما يصعد لرئاسة الحركة أو رئاسة المسؤولية الجهوية فأول من يختار هذا الذي كان شديد الانتقاد عليه ويدمجه في فريق الاشتغال على أساس أن يكون ذلك التنوع وأصبح أمرا يعني قضية الحزازات الشخصية أو أن تخلق ردة فعل لأن مسير الجنساء يحرس حر شديد أن لا يتحول المجلس إلى الهجوم على شخصه أو في أموره الخاصة أو تنقيس منه أو الانتقاد بعد الأحيان له عنده حزازات فلذلك يحرس أن يكون الكلام فيها علاقة هذا الكلام وهذا التداول في علاقته مع المسؤولية مهمة المسؤولية والرئاسة جميل جدا كيف التعامل عادة الحركة بعد استلام القائد إذا صح التعبير كيف يتعامل القادة عادة مع النقد النقد الداخلي هو بهذا الشكل يعني منذ البدايات لأن في البدايات كان هذا الذي بني كتصورات بني على انتقادي أو تشخيصي المراحل السابقة فلذلك هذا أمر عادي وخليني نقول بعض الأحيان مبالغ فيه لأن حينما نقيم عمل المؤسسات يعتبرون أن ما أنجزه ومن إيجابية هذا من المسلمات فلا يتكلمون فيه ويتكلمون فقط في الإخفاقات وهذا لا يعطي للتقييم نوع من التوازن فتقييم عمل أي مؤسسة أو أي قائد فيه عناصر قوة ونجاحات لازم أن نذكرها لكي نبني عليها ونتقدم إلى الأمام وندكر إخفاقاته لتجاوزها في المرحلة المقبلة فلذلك هذا أمر جار به العمل في النقاش بل كل مجالس لا تخلو من هذه وأصبحتها عادة يعني ما مشكلة متعرف عليها كيف تعدون القادة من الصف الثاني كيف تعدوهم لأن يصبحوا قادة في الصف الأول في المستقبل ما هي الآليات التي تبتخذها الحركة أسمع منكم إن شاء الله جوابا بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصلوا قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود أن نستكمل حوارنا مع الأستاذ محمد الحمدوي الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح مرحبا بكم أستاذ محمد الله تكون أعافي كيف تعدون القادة المستقبليين إذا صحت تابعوا من خلال الإشراك منذ البداية وحصل في القوانين المنظمة للعمل أننا نحدد نسبة معينة للشباب ضرورة أن يكونوا في الهيئات المسيرة يعني حتى ولو لم يصعدوا ربما الناس تميل إلى المشايخ وإلى المؤسسين وهذا الجيل ففتح مجال لكي تكون النساء في قيادة المؤسسات لأننا عندنا القيادة المؤسسة مشتركة نعم على الأقل يعني نسبة معينة للشباب نسبة معينة ثم يتم إشراكهم لأن بعد الانتخاب تبقى بعض المهام يمكن فيها الإلحاق فهذا الإلحاق يعني أغلب خريجي العمل الطلابي على الأقل قادة العمل الطلابي الآن هم في قيادة الحركة في المكتب التنفيذي يعني دائما هناك فرصة للتطعم بالشباب فهذا من خلال الممارسة يتم إشراكهم طبعا هناك من يبرهن على أنه يمكن أن يكون قائدا هناك كذلك التدريب القيادي خلا مع تأسيس معهد التكوين والتدريب ولكن ليس بالضرورة الذي يحصل على ديبلوم تخرج من التدريب القيادي سيكون قائدا ونحن ما أردنا أن نسميه التدريب القيادي حتى لا يطمحوا لأن القيادة بالانتخاب والاختيار بالانتخاب قد تكون خريج فوج التكوين القيادي ولكن لا ينتخبك الناس من خلال التداول فلذلك نجمع بين الأمرين التدريب والإشراك في القيادة مع الأجيال السابقة وبعدين الإظهار يمكن يختاره الناس جميل جدا طيب ماذا عن الذين تعفيهم الحركة من المراكز القيادية نتيجة التصويت نفسه كيف التعاملون مع هذا هو التعامل هناك يمكن شكلين أنا أشارت لها في الكتاب هناك من إذا انقضت مهمته انزوى وأصبح يهتم بشؤونه الخاصة ويقاطع أغلب إن لم يتحول في بعض الأحيان إلى مؤاخدين على القيادة الجديدة وهناك شكل أو نوع من الناس من كثرة حرصه ومن الحرص ما قتل من كثرة حرصه ويخشى على التنظيم الذي كان هو صابقا هو رئيسه فتراه مزاحما للقيادة لماذا فعلتم كذا لماذا تفعلوا كذا ويريد أن يستشار في كل شيء احتوى إن فقد هذه الصفة وهذا فعلا أحياني تحول ليس فقط لدعم القيادة الجديدة ولكن قد يكون مزاحما وعائقا ومعيقا أمام أعمالها ومع المدة قد تتكون فئة أو ثلث معطل من المسؤولين السابقين أو من السابقين من الحكماء والزعماء والأترياء والعلماء وربما حتى البسطاء فعلا أحيان وحصلنا تكلمت عليها في الكتاب حصل في إحدى التجارب في الدول قرروا أن يميزوا بين الدعاوي والسياسي تكون لهم جمعية وبعدين حزب ولكن ما استطاعوا أن ينزلوا على أرض الواقع ليس لأن الهيئات التنفيذية ترفض قال لا لما سألتوا قال لا المكتب التنفيذي ما فيه مشكل ومجل الشورى ما فيه مشكل هم مشكل فيه قال في الإخوة الكبار منهم الإخوة الكبار هم الرؤساء والزعماء والصابقين فهذا يفقد المشروعية للمؤسسات المنتخبة مقابل صفة غير موجودة أنت رأي الصابق أهلا وسهلا يا مرحبا على رأسنا ولكن نستفيد من تجربتك نقدر عطائك دون أن تصبح معطلا لأي شيء حتى تصدق عليك رفعتم يعني شعار غريب نوعا ما لن أعيش في جلباب شيخي هيناء ما هو السبب فهذا بعد مغادرة لرئاسة الحركة بعدما اكتملت عدد الولايات كلما انتخب رئيس سوى في جهة أو على مستوى المركزي أبعت له بهذه الرسالة وبهذا المقال وأقول بأن الناس حينما يتقلد المسؤولية ثلاث أشكال إما مريض مقلد للرئيس السابق وأقصى ما يطمح إليه هو أنه يريد أن يتقمس شخصية آخر وأن يرتقي لمستوى الرئيس السابق لأنه كان وإما متمرد ورافد فيشتغل بكل ما أتي من قوة لكي يمحي آتار الرئيس السابق ويظهر بأن له بصمة خاصة والبينهما الخيار الأوسط وهو المعترف المجدد وأعني بالمعترف المجدد أنه يرصد من خلال التجربة السابقة وهو كان يعيش معه ما هي عناصر القوة الإضافة النوعية لكي يضمن استمرارها ويبني عليها ولكن أن لا يقف عند هذا الحد لأنه بالتأكيد شخص مختلف ولا نريده أن يقضي طول وقته في تقليد الآخر لا ويبحث على تجديد لكي يضع بصمتها وحتى إذا غادر هذه المسؤولية سيجد الناس الذين سيأتون بعده بصمات الذي سبقه وبصماته هو ثم بماذا يمكنه أن يضيفه هذا التراكم وهو مفيد مفيد للمؤسسة لأن تتنوع بصماتها الكبرى في مصاري الله هذه الثلاثية أيضا تصلح بالتعامل مع التراث لا نريد المريد المقلد ولا المتمرد الرافض نريد المعترف المجدد طيب دكتور بالنسبة للآفاق الآن مضى وهذا السؤال له سيكون الأخير في هذه السلسلة اللقاءات يعني مضى الآن على الحركة 15 عاما يعني جيل تقريب 25 عاما حوالي الجيل فما هي آفاق المستقبل وأنتم مشغولون دائما بالأسئلة الاستراتيجية أعتقد بأننا نحن في مرحلة مجموعة من النهايات الإسلام الحركي من صح هذا التعبير هو الآن على شك أن يكتمل من مئة سنة قرب يعني 1923 25 28 يعني الآن نحن على والإسلام بين قوسين الحزب الأحزاب السياسية الإسلامية دوت المرجعية الإسلامية على الأقل إذا انطلقنا من تجربة أرباكان لما كان في الأربعة وسبعين نائم رئيس الوزراء فنحن الآن في نهاية 50 سنة تقريبا وتجربتنا في حركة توحيد الإصلاح على هذا النموذج الذي اعتمدناه في نهاية 25 سنة وبالتالي هذا مدى من الناحية الزمني على الأقل اكتمل قرن والآخر نصف قرن والآخر قرن فلا بد أن نفكر في مدى بعد هذا المدى بعد علينا أن نرصد في أي مرحلة نوجد نحن الآن فلا شك أن التنظيمات علينا أن نرصد وندرس كيف تظهر الأعراض الأولية لحالة الأفول لأن إذا رصدناها بشكل جيد يمكن أن نسل لأن أي تنظيم أي أمة لا يمكن أن تستمر مدى حياتها في الصعود والأوج والعطاء هي في صعود وأفول فلذلك إذا ظهرت هذه الأعراض ما العمل في تقديري في تجربة حركة توحيد الإصلاح بدأت تظهر بعض الأعراض أننا على الأقل في تباطئ النمو إلا من قل في بداية التراجع أو الأفول هذا الأفول هو متبوع من ثلاث سيناريوهات إما أفول أو تراجع يتبعه الانذطار وقد حصل لكثير من التنظيمات وإما تراجع يتبعه الانكماش ليس الانذطار وانت تحافظ على مقراتك ولكن دون قضية وقلق وتوتر داخل التنظيم الذي يعطي هذه الأفكار المنتجة لمرحلة جديدة وإما تراجع يتبعه الاستئناف فلذلك أمام الانذطار والانكماش والاستئناف ليس أمامنا إلا أن نفكر في إنتاج هذه المنصة لإقلاع جديد وهذا يحتاج إلى توطر في كما قال المالك بن نبي يحتاج إلى ذلك التوتر الذي يولد هذه الأفكار الرافعة حتى نذهب بها إلى 20-25 سنة إذا استمرنا بما أنتجه الجيل المؤسس أو بالقضايا التي أجاب عنها في مرحلة المراحل سنقوم بتدوير العجلة في مكانها ولن ننتجها بل سنتحول إلى الانكماش وقد يؤدي إلى الانكماش فهذا هو التحدي الآن ما هي الأعراض التي تظهر على التنظيمات التي يجب الانتباه الأعراض الأولية هي أولا قضية تدبير الاختلاف والتنوع إذا بدأت تحصل فيه إشكالات وبدأت فيه توطرات وبدأ يصعب تدبير هذا التنوع فهذا دليل ومؤشرا أننا في بداية الأفو ثم حالة التراخي القيم المؤسسة التي كانت في مرحلة المرحل يعني بعد النجاح والانتشار ونشوة الانتصار يحصل نوع من التراخي فهذه المؤشرين إذا ظهر يجب أن نعد للمرحلة المقادمة كيف نعد لهذه المرحلة؟ بالتأكيد مختلفة على المراحل السابقة نحن اليوم هذه المئة سنة جاءت على إثر صدمة سقوط الدولة العثمانية إلى غير ذلك وحالة الاستلاب الحضاري والتدافع الحضاري وأرجعت الأمة إلى التقى في إمكانها الحضاري أنها يمكن أن تنتج فعلا في هذا الاتجاه هذه الصدمة وهذه الانطباعات التي انطلقت اليوم لا يمكن أن نعويل عليها لليوم تحديات جديدة والتحديات الجديدة تحتاج إلى مراكز دراسات ترصب عناصر القوة الموجودة في هذه المرحلة السابقة حتى لا تكون قطيعة لأن هناك من ينادي بأن الذي كنا عليه كله خطأ لا كانت فيه إنجازات نأخذ معنا ونستحب معنا ما هي العناصر التي يمكن أن تصاحبنا في مرحلة قادمة ما هي الأفكار المميتة التي كنا اعتمدناها وبكل جرأة إن كل كانت خاطئة ونتخلى عنها ونستبدوها بأفكار جديدة ما هي الأفكار التي بدأت تفقد جاذبيتها كوسائل نطورها وبهذا الشكل نقول قد قمنا بتشخيص واقعنا ونبحث ماذا سنذهب به وبالمقابل هذا الواقع ما هي تحدياته ما هي التحديات اللي جاية يعني في المستقبل لاستشرافها والمساهمة في التدافع معها من تقليل مفاسبها أو تكثير مصارحها أشكركم أستاذ محمد الحمداوي الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح على الصبر معنا لهذه الحلقات الطويلة استعرضنا فيها تقريبا جل ما ورد في كتابكم مع أننا لم نستطع الإحاطة فننصح الإخوة بالعودة لكتابكم وإن شاء الله نستضيفكم في حلقات قادمة وإصطارات قادمة إن شاء الله تدونون فيها تجربتكم حياكم الله أستاذ شكرا لكم وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله